مرحبا يعطيكم العافية والسلام للجميع في سؤال كتير بيسألوني خاصة لللي حاب بيجاع كندا وبدو يدرس ولادو أو هو بدو يدرس هل الدراسة الجامعية في كندا مجانية؟ يمكن حكينا عن هذا أكثر من مرة لكن اليوم نحكي بالتفصيل عن موضوع الدراسة في كندا والدراسة الجامعية الدراسة الجامعية في كندا مش مجانية لأي أحد لا للقادم الجديد المهاجر لا للاجئ لا للإنترناشنال ستودنس ولا لا اللي معاه أصلا جنسية كندية كلهم لازم يدفعوا لكن اللي معاه بي آر واللي معاه جنسية كندية يعامل معاملة الطالب المحلي واللي ما معاه أي من هدول يعامل معاملة اسمه إنترناشنال ستودنس أو طالب أجنبي الآن الطالب الأجنبي تقريبا تقريبا ضعف المبلغ عملنا فيديو سابق عن أرخص الجامعات الكندية للطلاب الأجانب ممكن ترجعوا له وتستفيدوا منه طيب الطالب اللي الكندي أو اللي معاه جنسية كندية ومعه بي آر كيف ممكن يدرس بأرخص الأسعار الآن فيه شغلات اسمها سكولرشيبز ممكن تقدم لها أنت كطالب إذا أنت معدلاتك جيدة فيه سكولرشيبز إذا حالتك الإجتماعية سيئة أو ما عندك دخل تثبت ذلك فيه ناس هيك بس بروحوا بعضوا هبات للجامعة والجامعة هي اللي مسؤولة عن توزيع هذه الهبات ممكن تطلع لك ألف دولار ألف وخمسمية حسب ما هم متبرعين مثلا بتبرعوا عن روح ابنهم أو بنتهم أو أمهم أو أبوهم أو شخص بيعرفوه وهي كتير موجودة في الكنديين بيعملوا ممكن يعملوا تشير ممكن يعملوا سكولرشيب بإسمه بشكل عام هي تعطى للأشخاص اللي حسب الكرتيريا أو حسب التنظيم اللي هم حاطينه هذول اللي بيعطوهم يا غير هيك فيه شغلة اسمها قروض ومنح تخدها من الحكومة أو الأصح أنت بتقدم عليها عن طريق الحكومة الحكومة بتضمنك وبتخدها من البنك بدون فوائد بدنا نحكي اليوم عن هذه القروض والمنح حسنا أنت مثلا رايح تدرس في جامعة الجامعة هاي تكاليفها حوالي نحكي خمس ألاف دولار خمس ألاف دولار في السنة الآن انت ما معك هاي الخمس ألاف دولار فبتضطر أنك تقدم على شيء اسمه منح أو قرض مش منح قرض من الحكومة الحكومة بتطلع تعطيك الخمس ألاف دولار هذا زائد مبلغ آخر هذا حنحكي عنه اسمه بيرسري أو منحة الخمس ألاف دولار هاي بتتجمع بس تخلص دراستك لازم ترجعها للبنك أوكي خلال دراستك ما بكون في عليها فوائد لكن بعد نهاية دراستك بيصير عليها فوائد انت بتقدر ترجعها لما بتبدأ تشتغل بس بداية الفوائد بتبدأ من نهاية دراستك لكن كل مقاطعة لها قوانين في هذا الشيء تختلف من مقاطعة لأخرى أنا درست في مقاطعة كيبيكو في أنتاريو كان في اختلاف كبير في حساب هذه الشغلة كل مقاطعة له اسم في أنتاريو اسمه أوساب أول شغلة أنت ممكن تروح على الويب سايت عشان تقدم لهم طلب عادي بتقدمه بتعبيه أو بتروح على مكتب في الجامعة معظم الجامعات الكبيرة عندهم مكتب لهذه الشغلة بساعدوك في وجود الطلب عندهم وأنهم يقدموه عنك طبعا أنت بتقدم طلب والجامعة بتثبت أنك أنت بتدرس عندهم من أحد الشروط أنك يكون عندك دراسة لازم تكون هذه الدراسة فول تايم ما بعثوا أعتقد على البار تايم ولازم تكون هنحكي عن هذه الشروط الآن شو اللي بيحدد يعني أنا وصاحبي هو أخذ منحة القرض نفسه تقريبا هو أخذ منحة ألف دولار بالشهر وأنا بأخذ متين دولار بالشهر نعم في شغلات كثير فما في حالة زي حالة تحسب عن طريق عندهم فورمولة أو طريقة بيحسبوا فيها بيعتمد على عدة شغلات أول شغلة إذا كان إذا كنت أنت أعزب أو متزوج إذا كان لديك أطفال أو لا إذا كنت تسكن عند والديك أو تسكن لحالك حتى لأنك أعزب أو متزوج إذا أنت تسكن عند والديك دخل الوالدين أعتقد بأخذوا آخر سنتين من دخل الوالدين هل زوجتك بتعمل ولا لا هل أطفالك في المدارس أم في الجامعات دخل العام إذا عندك أنت دخل من مكان ثاني إذا دخلك أنت إذا أنت بتشتغل أخر جوب برضو هذا هل تدرس بدوام كامل أو بدوام جزئي الدرجة العلمية اللي بدك تدرسها هل هي كمية المنح والقروض اللي أخذتها مسبقا أنت كطالب إلك مبلغ سقف للمنح والقروض مكان السكن يعني المقاطعة كل مقاطعة زي ما حكينا طريقة حسابها للمنح والقروض تختلف على المقاطعة الثاني سعر الدراسة هذا عشان يعطوك المبلغ إذا أنت مثلا في جامعة رخيصة راح اعطوك أقل أكيد وأخيرا طبعا إذا إلك لديك عمل ثابت أو مش ثابت هذه أهم الشغلات اللي بنظروا فيها عشان يحددوا فما في حدا بقدر يحدد لك قديش راح تأخذ منحة ممكن تأخذ 200 دولار ممكن تأخذ 500 دولار في الشهر طبعا سؤال هل هذا يكفي أم لا يعني أكيد لا يعني مش هيخلوك غني من وراء المنحة هاي هم بعطوك الأساسيات أنك توكل مثلا تقدر مواصلات تقدر تغطي الشغلات الأساسية في حياتك الطلابية أما السكن والهاي ما توقع أنك تقدر تغطي من خلال المنح المنح قليل جدا يعني سؤال ثاني هل بستطيع أني أخذ ويلفير أو مساعدة حكومة وطبع الطلاب لا لأنه هي مساعدة واحدة من الحكومة شو الابليكيشن اللي لازم أسويه طبعا الابليكيشن بترفعه بتبعته للجامعة ممكن يطلبوا منك السوشال انشورانس تنبر أو رقم هذا هم بشيكوا لحالهم أحيانا بطلبوا منك برضو إذا في عندك أنت بتشتغل الآن وانت مش محدد طبعا عشان يحسبو لك إياها أول السنة أحسن ما يحسبوه آخر السنة عادة بنهاية السنة بس تكون أنت مودة تاكس وعارف شو عندك دخل وشو عندك هذا يعملون لك الحسب النهائية فهي الحسب البداية قد تختلف عن الحسب النهائية قد يجولون لك لا يا عم أنت دفعنا لك إحنا مثلا 200 دولار زيادة أو 500 دولار زيادة لك ترجعهم تخفش عليهم شاطرين بالحسابهم الآن الطلب الأجانب ما بستطيعوا يقدموا على هذه الشغلة نهائيا بيقدروا يقدموا على السكولرشيبز اللي حكينا عنها في البداية اللي هم عن طريق الجامعة وعن طريق المقاطعة والحكومة لكن على البيرساري هاي واللون ما بقدروا يقدموا عليها لازم يكون بي آر أو سيتزم من كندا طبعا إذا أنت زي ما حكينا تفوقت وعندك هذا ممكن تزيد فرصتك أنك تأخذ السكولرشيبز مش أجان اللون هذا هي ثابتة الآن في شغلة حكينا عنها سابقا وهذا حساب بنكي بتقدر تفتحه لأطفالك من اليوم الأول بعد ولادتهم اسمه RESP اللي هو المهم هذا اسمه RESP تقدر تفتح على الأطفال عشان تساعدهم انت بتقدر تحط في مبلغ كل شهر مثلا تحط مبلغ 100 دولار الحكومة بتحط 20% وهذه المبالغ بتروح لطفلك يعني بتكون مسجلة بطفلك تحت حسابك لما يصير عمره 18 سنة ويروح على الجامعة بقدر يستخدمها بالتوشنز انه يدفعها بدل رسوم الدراسية المشكلة في هذا الأكاونت إذا ابنك لا سمح الله ما رأى على الجامعة أختيار إذا ما رأى على الجامعة هذا المبلغ بصير عليه تاكس بصير دخل لأنه عندك تسحبه بصير دخل الآن هون النقطة اللي لازم تنتبه عليها بس إذا رأى على الجامعة ما بصير عليه دخل وبالعكس وغاد إذا ما رأى على الجامعة الحكومة بتسحب مصاريها وبترجع لك مصاريك وبصير دخل الآن إذا راح على الجامعة الحكومة بالعكس بتخلي المصاري وما بصير عليه دخل فهو كويس للأطفال الطفال اللي بدهم يروحوا على الدخل. فهذا مهم. الان طبعا كل واحد في كندا موجود بشتغل او بدرس لازم سوي بعد عمر 18 سنة لازم سوي اسمه اقرار ضريبة بنسويه عادة قبل نهاية ابريل في كل سنة. زي ما حكينا هذه المساعدة تخذها من او عن طريق المقاطعة وليس مكان الدراسة. فانت ممكن تكون عايش يعني احنا عنا هون مثلا في اتوا في مدينة اسمها قتينو جنب بعض اتوا تاب على انتاريو قتينو تاب على كيبك انا كنت عايش في قتينو وكنت ادرس في انتاريو ما عندك مشكلة بتاخذها من مقاطعة كيبك لانك مكان سكنك هو اللي يحدد من اي مقاطعة هذا بشكل عام عن القروض الدراسية في كندا موضوع مهم جدا كتير انسألت عنه حبيت اعطي نبذة بسيطة عنه وان شاء الله تكونوا استفدتم منها. سلام.